أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة الجزيرة مباشر نرحب بكم من مدينة بيت الحم جنوب الضفة الغربية اليوم ومن خلال هذه الإطلالة سنتعرف على الحياة الفلسطينية بكل تفاصيلها من هذا المتحف الذي تمكن القائم عليه وهو السيد إسحاق الحروب من جميع ما يزيد عن 3000 قطعة أثرية نادرة تتعلق بالحياة الفلسطينية على أية حال سنتعرف على المزيد من هذه القطعة مع العم أبو إياد الله يعطيك العافية أبو إياد هل هم بيك حياك الله وحيا مشاهدي الجزيرة أبو إياد حكينا عن بداياتك مع هذا المشروع والقطعة التي ركزت عليها في متحفك والله أنا بديت من سنة 1958 أنا من موليد 1941 سحاق الحروب من دورة الخليل شايف فبديت أجمع وأوثق فيها من ذلك التاريخي مدة 62 سنة وألفت كتاب عنها اسمه أطلس التراث الريف الفلسطيني وهذه المجموعة اللي أنت فيها الحين أكثر من 3000 قطعة فيها وزودت معالم متاحف فلسطينية في ريحة وفي بيئة لحم وفي رمالة وفي كل مكان يعني منذ 62 عاما وأنت تجمع كل ما يتعلق بالحياة الفلسطينية أجمع وأوثق وبديت فيها من سنة 1958 وبأرشيف موجود عندي من أين أتيت بهذه القطع وطبعا سنتعرف على جزء منها القطع كلها جمعت هذه من النقب البيت الشعر هار من النقب جنوب فلسطين وهاي جمعتها مثلا هاي البوليس الفلسطيني طاقم بوليس فلسطيني حزامه وبيت المسدس والمفكرة شعار فلسطين شعار الشرطي هنا شايف هذا كل هواي كانت عندي وأجمع وأسجل وأصرف عليها من راتبي هنا المطهر مطهر لأولاد صغر يعني هذا كان يعرف قديما بشنتة المطهر شنتة المطهر وهذا القطع هذه الخزين لاحظ عليها خزين كمح شعير زرة ثلاث أقسام وهذه النخل اللي عليها نخلة فلسطين القديمة من خمس تلاف سنة فهذه مصنوعة من الطين ومن القصل هنا مجموعة أيضا من الأدوات مجموعة هذه النجار فيها مئة قطعة للنجار كل هالقطع انت شايفينها فعدة النجار معروفة هنا الحياء البدوية نعم في هذا القسم وثقت الحياء البدوية بأزياءها والأزياء هاي الأزياء هون هاي من شمال فلسطين طول كاريم ونابلس وكذا الزيار والجليل هناك أزياء من ثلوجة وعراق المنشية هناك من رمالة هنا في غفرة هذا الهودج الهودج اللي نادر الهودج الذي كانت تستقله العروس في العروس العروس تقعد هنا على الجمل طبعا على الجمل آه هو مثبت على الجمل لاحظ أنه مستطيل من خشب ومثبت بأمعاء الحيوانات مش مسامير يعني الحاجة له أنه مسامير ما فيه في البلد في النقب أو في الزمان كله من الأمعاء الحيوانات وهذا الهودج لاحظ أنه الشعر كيف بحطوه للعروس شعر ريش النعم نوع من التزين يعني نأ فيه كان الهكسوس لما استولوا على فلسطين قبل استولوا على فلسطين كان القائد عليه ريش وليه اليوم بقولوا عراسك ريشي حتى يبجلوا العروس إذا ما انتقلنا للقسم الثاني عم أبوياد وحدثتنا عن هذه القطع التي تعود طبعا لمئات السنين ولا ربما أكثر نعم في هذه الزاوية تحديدا شايف هاي مثلا بياع السوسالي الحذة هاي كيف كانوا ولعوا النار من زمناتهم كانوا فيه شايف بحط الصفان هذا صفان من عشب جلدة عشب بحطها عليه وبقدع شايف هذه طريقة اشعال النيران طبعا المدخنين والعواب فهذه الطريقة وهذه شحاطة من سنة الانتداب من نابلس هذا من القدس وهو صنع شامي كانوا علقوه في مفارق الطرق أو في المسجد الأقصى هاي تاريخ التطريز الفلسطيني هذا قسم آخر من المتحف طبعا فيه المطرزات الفلسطينية تطريزها وهي أدوات التطريز كلها وهي كل بلد منها قطعة حطيت حتى شو كيف تطور اليوم هذا قديم كله من الحرير هذه كيافة ذيك اللد والرملي القدس بيت لحم يعني أنا كل منطقة من فلسطين كان لها نوع من المطرزات نوع معاهمة يعني أكثر إشي عن مضيات يعني حدثنا عن هذه القطعة الأثرية كان المجلخ يحملها في ظهره ويروح القرى ويجلخ بتعريف بنسقين وحط من هنا في السندوق هذا وهنا البنة هذا البلبل نعم لأدوات بناء أيضا موجودة من فلسطين كلها من القرى المهجرة لاحظ كل مجموعة مفاتيح من القرى المهجرة من فلسطين ومن القرى الموجودة نعم أنت لم تجمع فقط من مدينة الخليل وإنما ذهبت وصفرت من البحر للنهر من البحر للنهر ومن النقورة للرشاش لما الرشاش كل بلد خشيتها وجمعت منها نعم حتى المخيمات حتى المخيمات اللاجئين في لردن أكثر إشي وصلت مخيم ليرموك في سوريا نعم طبعا هذا يعني كلفك الشيء الكثير أكيد نعم بس كنت مغامر مغامر وتنفق من أموالك الخاصة مقابل أن تشتري هذه القطع الأثرية طيب هذه أيضا مخابي خوابي كلها خوابي إيش إلى الطحين إيش إلى العدس لا كذا إلى آخرين دعنا ننتقل عم أبو إياد إلى الزاوية الأخرى هناك ونتحدث عن عفا هذا كيف اللي شاريته من ملده وبسوق فيها في سوريا طيب نعم هذه كلها مخابي كانوا يستخدمون لها طيب معمر بابور الكاز كيف معمر بابور الكاز بيحمل الشنطيات فيها الأدوات واللعب وهذه الحلاك شوف الماكنة كيف كانت تستعمل بداية ثنتين طيب أبو إياد يعني تحكينا شو الإشي اللي دفعك لجمع هاي الأشياء ومعظمها يعني باهضة الثمن كونها قديمة طيب ما هو عندي كان وحي وصار عندي إني أشوف كل قطعة وأجمعها صار زي المخدرات إذا بشوفها بكون مبسوط إذا باشتريها بكون مبسوط أكثر باشتري وبدي تجمعها صعبة كانت حياتي أكثر من ما أعبر عن يعني إذا ما انتقلنا لهذه الزاوية والتي على ما يبدو أنها زاوية زراعية جمعت فيها عدد من القطع التي لربما كانت تستخدم في الزراعة لتعرفنا عليها أكثر جوة ذي كان في الزراعة جوة هذا كله من نسيج هذه أول قطعة في حياتي جمعتها هذه أول قطعة تقريبا عمرها كم حاليا 150 سنة هي كانت عندنا في الدار نستعملها وخبيتها وأنا عمري 6 سنين في حيط سنسال بينها وبعد 60 سنة فطن بعد 60 عام استخرجتها ولازلت تحتفظ بها في هذه الزاوية عم أبي ياد حدثنا عن هذه الزاوية بالتحديد التي كانت تستخدم للزراعة هذه تربية الطيور من ضمن الزراعة تربية الطيور تربية النحل تربية النحل أدوات الراعي هناك المطبخ هاي لوح الدراس هناك لوح الدراس هاي عرباي هاي العربا لماذا لماذا كانت تستخدم كانت تجرها الخيل الخيل من العهد العثماني كانوا ينتقل فيها بضايع جنود ويحملوا الذخائر فيها هناك طيب ماذا عن هذه الألواح هذه الأضلوح الدراس كان في زمن العثمانيين يستعملوا حجر البازلت بعد السنة السبعة دخل الحديد صناعته لفلسطين عمله منشار يساعد فبتجروا الدواب هذا بتجروا الدواب على القش بصير تبن وهب بتقسم طيب وهذا أيضا على ما يبدو للدراسة كان يستخدم هذا الخزينة المطبخ والآخر شايف يعني رأينا بعض القطع لربما هي مصنوعة من الطين طين هي من المادة كله من الطبيعة من حواليهم بيصنعهم من الشيء المتوفر يعني المتوفر كل الحاجة أم الإختراع الحاجة بختانة بختانة طيب هنا أيضا يعني أعرضت بعض القطع لو تعرفنا عليها أكثر هذا اللي كانوا يستعملوا الثور الفلسطيني سلح لك بسموه سنة ستة وثلاثة استعملوها وهذه كانت أثمان العثمانيين بسموها قبقا شايف بحطوا فيها التحل البرود مشان يحطوا في البرود وهذه بحطوا فيها الرش شايف ما هذه الأشياء اللي ربما هي لصيد الحيوانات اللي كانت تأذي الضبع الغزاء فخ غزال وفخ ظبع هذا صنع الخليل أو الليد يعني محلي وهذا صنع ضريطانيا طيب هنا نرى أيضا بعض القطع الأثرية بدأنا ننتقل إلى هذه الزاوية أبو إياد وتحدثنا عن هذه الجرات اللي ربما تعود لسنوات طويلة هذه من الجليل هذه سنوات قديمة جدا كانت لخزين الزيت هذا الزيت من الجليل ماذا عن هذا هي السنوات؟ ذلك كان حمل جمل يحمله فيه بردقان هذا ما اسمه؟ شيد يوده عيافة فيه شيد ويحمله بردقان حمله بردقان ويجي بيع بردقان يعني رايح بشيد ويرجع ببردقال من يافة كان يحملها الجمل طيب يعني الدوافع التي دفعتك أكثر يعني هل جمع هذه الأعداد الكبيرة من القطع الأثرية نحن نتحدث عن آلاف القطع الأثرية أخذت جهد كبير معك شوف هذه سلسلة حياة عروة في عروة في عروة في عروة إذا انقطعت العروة ما توصل فأنا حاولت أني أغطي كل الحياة الفلسطينية وتسلسلي بالحلقة حلقة في حلقة في حلقة توصلت اضطريت أني أجمع كل هذا الكم حتى يتوافر معي هناك كثيرون أبو إياد يعني لا يعرفون عن تاريخ هذه القطع الأثرية الفلسطينية هل قمت بتوثيق هذه القطع؟ وثقت في كتاب اسمه أطلس التراث الريفي الفلسطيني وهذا الكتاب التحريره كان في سويسرا طبعته في بولندا تأمينه في برلين وهو يوزع على جميع العالم ونفدت أول طبع منه في أسبوعين نعم ماذا وثقت به؟ حديث كامل؟ يعني معنومات كامل عن القطع؟ كل القطع هذه وثقت فيها استعمالها تاريخ صنعها مادتها من وين أجت وين استعملت إلى آخرين لازلت حتى هذا اليوم تشتري هذه القطع الأثرية؟ إذا كان مش موجود عندي بشتري إذا كان مش موجود بشتري أما الحمد لله هو كله هذا اللي كان مصبح للقطار في القدس شايف؟ بحطه فيها غو شايف؟ غو عادي عكاس هيك وقف هيك يمشي نعم لربما هذه القطع لندرتها وقدمها هي باهضة جدا وقد كلفتك أموال كثيرة كيف استطعت أن يعني هل هو مجهود شخصي؟ مجهود شخصي والله ما واحد عمره عاني يعني بسنت واحد ذلك كله من راتبي وأنا أشتري إشي بضعه يعني أشتغل بدي وسوق لو أنهي معك عم أبو ياد بهذه الأثواب التي تقريبا يتجاربوها ثلاثة متر ونص تقريبا في فلسطين عاش الكنعاني أو العمالقة اللي كان إن فيها قوم الجبارين كان بهذا الحجم هكذا يعتقد وصار الإنسان يزغر ويزغر ثوبه معه شايف؟ إلا في ثلاث مناطق الصلط وريحة والتعامل القريب منهن هذه ثلاث نقط قريبة ما غيره ظل الحجم ثابت فاضطرت تتحزم عليه وتشتله شتل فسمى ثوب الشتلي الآن طبعا اختلفت الأمور جدا يعني هذا ربما اليوم هو لباس لأربع أو خمس أشخاص جاء واحد أجنب قال يمكن يتجوزوا فيها في الضوب هذا العروس طبعا ماذا عن هذه العروس على ما يبدو بأنها عروس بالزي الفلسطيني القديم هذه بردة الظاهرية مدينة الظاهرية جنوب الخليل الغد في مطرزي بلولو حرير وصوب حبر صنع الخليل الحبر والتطريز بدي أمسيه طيب هذا السرير لربما هو لطفل طفل هذا الطفل كيف كان الطفل في يعني طفل قديم طفل قد تحط رجلها في السرير وهي تعجن وتهز شايف وبالتالي يتحرك السرير وينام الطفل وهي قاعدة تعجن تعجن بعدين في عراسه هايو ناب حيي حطاقية من خوف يحلم أحلام شنيعة هاي ناب العيي هذه ضمن المعتقدات التي كانت موجودة ناب حيي صمرة نعم وهذولا المكاحل من كل بلد مكاحل للعينين اه يصنعني الكحل وحطيهم فيه ما جمعته اليوم هل يقدر بثمن أبو إياد ولا يمكن ولا يمكن لأنه خلص هذا ما فيش شوية معني لاحظ هذه الجرة سألت أمي عنها قلت لها يما إيش معنات هذه قالت يما هذه سبنا بعروس عروس إلهقلادي فرقبته وهذولا صدرها هذا صدرها وهي الحلق في ذنيها شايف حلق في ذنيها يعني على شكل وكينا سيدة فلسطينية على شكل جره جره لا تزين جره طبع شكل ايش نعم أخيرا دعنا نتحدث عن هذه القطع والتي سننهي بها جولتنا معك هذه القطع هذا كله غطاء الرأس يعني الوقاة من الوقاة من كل فلسطين من كل شيء يعني تعرف بدوي وهذه مثلا من شقبة قضى اللد هذه من قضى الخليل هذه قضى يافا هذه قضى السبعة هذه كمن هربيا قضى المجدل كل واحد لها كل واحد لها تاريخ وكلهم تزينوا بالعملة العملة تأخذ مهرها وتقطبوا على على الوقات شكرا شكرا لك أبو إياد على كل ما تفضلت به إذن مشاهدين الكرام يعني كما تشاهدون أبو إياد تمكن على مدار 62 عاما أن يجمع كل ما هو جميل وكل ما هو متعلق بالقضية الفلسطينية يعني تمكن من زيارة مخيمات كثيرة في الشتات ومخيمات داخل فلسطين وجمع هذه القطع التي كما يقول لا تقدر بثمن لأهميتها وكونها تثبت فلسطينية المكان شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر